مهرجين علي بن عياد من أعرق المهرجانات وكيما يحمل الاسم اسم كبير في المسرح التونسي اسم من أهم الأسماء في المشهد المسرحي ثم بعد نحكيه على شخصية علي بن عياد خلينا نستقبل ضيفي الأول معنا مش نحكيه مع الباحث وأستاذ الجامعي في معهد الموسيقى والمسرح في الكيف سي محمد كشو هلا وسهلا بيك مرحبا مرحبا بيك ومرحبا المستمعي إذاع اللي إذاع الوطني سعيد بينكم ومرحبا أهلا وسهلا بيك نحكيه ومسرحة معاك تبرك الله أنت باحث وعندك الدكتوراه في المسرح وانت اللي مهتم بالجانب الندوات والحوارات بالنسبة لمهرجين علي بن عياد للمسرح الدورة 33 ما نجموش نحكيه على مهرجين من غير ندوات فكرية من غير مستر كلاس مهمين يسر في المهرجين المسرح في الأخر فكر وحياة ما نشتجه مش نعملوا مهرجين للمسرح ولا النشطة العمومي من غير مصرح ومن غير تفكير في المسرح شنوه إعادة إنتاج للحياة لانك كي نعاودوا نجو الحياة نفكروا فيها نناقشوها نعاودوا نظروا لها بنفس آخر وكذلك بخطى أخرى لعلنا نصلحوا ما فسيد منه لعلنا نصلحوا ولا شعار الدورة هذه المرة المسرح المعاصر والأسطورة معنى مفير تحسوا جدل بين الأسطورة نحكيه على الأسطورة ومصح والمعاصر معنى زوز كلمات يظهر لي أكيد فمنية يعني من اختيار هذا العنوين النية يظهر لي يبدو كونه سلوغان يظهر لي فيه رهانات يتضمنه المسرح بدام الرحيم للأسطورة يقول أرستو معنى هو تطور للأسطورة في كتاب فن شعر دونك الأسطورة هي مؤسسة للفعل خاطر الأسطورة تحكي أحداث تحكي فكر جماعي تجمع الناس الأسطورة هي تجمع مجموعة من الناس حول فكرة النماء المسرح يحول ذلك إلى واقعا تفرجوا فيه نقشوه تفعلوا معها في اليوم دونك هذية في النشأة اليوم ما حاجتنا لذكر الأسطورة في القرن الواحد والعشرين بالضبط دونك وكأن القائمين على المهرجان وانا عظوا في الهيئة متاع المهرجان في دورته 33 يظهر لي فما فكرة إعادة النظر وإعادة التأسيس وإعادة تفكير في هذا الفعل خاصة اليوم نحكيه في القرن الواحد والعشرين نخرج من تونس ونرجع للتونس نخرج من تونس نحكيه في العالم اليوم على موت الإنسان على موت الحضارة في كياماني هي التاريخ وبداية الجغرافية نحكيه على مع أنتا اليوم ثقافتنا هي ثقافة الموت الإنسان مع التطور ذكاء الاصطناعي مع التطور التكنولوجي مش الموت معناها الوفاة تماما يمكن الموت ظمور انزياح على معناتا بسلي حلة مكانه في التفكير كي نحكيه على ذكاء الاصطناعي مثلا نحكيه على التفكير يسنده الإنسان ولي مش ممكن نعوده الإنسان مهما كان تقدم إلى أي مدى إلى أي مدى مع حتى التكنولوجيا قادة تطور بطريقة رهيبة اليوم ونحكيه على الفكر مع أنتا التقنيات الحديثة بالحق ولا تخطيرها خطيرها على حياة الإنسان هي خطيرة ولكن ما تنجم مش تعاوض الإنسان لخطر أحاسيس الإنسان بصمة الإنسان ما تنجم خد نكون متفائلين خطر اليوم زادة نحكيه على الذكاء الاصطناعي راهوا في وسطه الإحساس راهوا في وسطه ليس وعيا فقط ما هيش عملية عملية تفكير في شيء ما كما كالكولاتريس تحط فيه معطيات يرجع حمل الذكاء الاصطناعي اليوم ولا يعمل ريكسيون ريكسيون انتلكتويل معنا ريكسيون معنا مثير واستجاب يستجيبوا ذاتيا وهذا إن شاء الله يبقى هو المخترع الذكاء الاصطناعي يعني يبقى المسرح أداة أداة اللي ذكرنا بحياتنا اليومية ذكرنا بالأسطورة هذه الأسطورة قلنا هي توضع اجتماعي بشري دونك والمسرح هو دوره هذي يظهر لي العنوان فيه ريهان فيه فيه أنا مش أنتي خطرته الكن معنا هي المديرة خطر كاملة وفم شاركة معنا كل واحد عنده أدوار وعنده منجموش نحكي محمد على مهرجين علي بن عيال المسرح من غير ما نحكي وعلى شخصية علي بن عيال اللي هو أسيل حمام لمف من موليد 1930 تبرك الله معناها واللي طلع على خشبة المسرح وأختي اللي كان يقرأ في الابتدائي غرام من الصغرى درس التعليم الثانوي في المدرسة الصديقية وتوجه لدراسة المسرح في باريس وبعد القاهرة وتحصل على منحة من بلدية تونس نعطي شوية تواريخ عام 1955 وعام 1956 وقت ميشيل باريس باش يشارك في تربص في فن الإخراج المسرحي وفي الإضاءة الركحية وبعد بعامين انضم إلى فرقة بلدية تونس للتمثيل واخدم فيها مساعد لمديرها وقتها محمد العقربي وعام 1960 سافر للولايات المتحدة وفي الأثناء كانت عنده إسهامات ومشاركات ميدانية في أعمال مسرحية وحتى سينمائية ديوغة تفرج نيلو في تجربة سينمائية مصرية نتفكرها وتفرجت عليه وظهر لأول مرة في السينما عام 1952 وكان عدت برامج إذاعية خلال حرب بن زرت عام 1961 وستين وبتبيعة شارك علي بن عياد في فرقة مدينة تونس ممثل ومخرج وبفضله عرفت الفرقة عصرها الذهبي وأشعت على المستويين الإقليمي والعالمي خلال فترة نشاطه بين 1958 إلى 1972 وقام بالمشاركة أو بإخراج 27 مسرحية منها أوديب وهاملت وبرشة عنوين كبيرة في المسرح هذا هو علي بن عياد اللي زاد شارك في المريشا وشارك في ساحب الحمار ويعودوا الفضل في تكوين العديد من المسرحيين التونسيين أنا نتفكر من النوردين زادة تكونت على يد الفنان الكبير اللي يرحمه علي بن عياد اللي أسس وخلى الأصص هذه وحمم المفتوى تعيش على وقع المسرح صحيح غاب تقريبا خمسة سنين ولكن العودة إن شاء الله تكون بأفكار جديدة العودة يظهر اللي خرجت على سياق الكلاسيكي حتى على مستوى الفضائت في البرنامج في البرنامج هذا اللي تعرفنا عليه في خلال الندوة صحة في البرنامج فما فقرات في المهرجين اللي كونوا عندنا عروض مسرحية في البوات إيطاليان في العلبة الإيطالية المسرح اللي نعرفون السكل أيضا فما مسرح في الشارع أيضا فما إعادة استثمار فضائت ثقافية لعروض مسرحية دونك هو محاول الاقتحام جميع الفضائات مثلا كيمة الكنيسة المسيحية الكنيسة اليهودية المكتبة دونك هي محاولة وفي الافتتاح أيضا فما الافتتاح سيكون في أمام المسرح أمام الدار الثقافة اللي هو افتتاح خارجي فيه موسيقى فيه عروض أيضا البرنامج لا يقتصر على المسرح فقط فما عروض موسيقية فما عروض تنشيطية سيرك فما عروض في الشارع وللناس ممكن ما يخذوا فكرة مش صحيحة على فن كبير مسرح للشارع فن الشارع عنده تقوس وعنده النواميس وشنو الفرق ما بين فن الشارع والفن المسرح يكون على خشبة المسرح الفن هو الاختيار الفرق في كله مسرح الفرق هو الفضاء لماذا اخترت هذا الفضاء إذا الاختيار القائمين على العمل المخرجين والمؤلفين إذا اختار الشارع عنده رغبة في التواصل المباشر مع الجمهور في فضاء اته في اليوم المسرح كفضاء مغلق هو محاولة دعوة للتفكير في وضعية أخرى بأليات أخرى الفرق هو الأليات لا الفرق في جوهر الفعل كل هم فن المواطنين كلها فنون المواطنين مواجه وبالضبط علي بن عياد عليش مهم وعليش حمام لمف مهم وعليش الأسطورة نرجع الأشياء لكن نخرج من تونس كله وظيفي كله عنده هو وأنتي في تقديم كنسيت تغطيت علي بن عياد لحرب بن زرت مثلا بببط ليه حكيت علي عمل البرامج إذاعية على حرب بن زرت قلت من تي من تبات هو دور المثقف اليوم في أي تحول اجتماعي واليوم الحمد لله نعيش في بلاد حية فيها تفكير في الوطن فما ناس معا ناش ضد فما حراك اجتماعي مهم وفما حاجة ضد مقطة أخرى معروفة على علي بن عياد هو الالتزام بالضبط بالقضايا بالقضايا الوطن والقضايا الفلسطينية كما فلسطين وفي البرنامج متاعكم موجودة الالتزام علي بن عياد الفنان علي بن عياد والقضايا الفلسطينية اللي بيش تكون في المجالس الحواري الالتزام هذي ما نجموش نكونوا مواطنين بدون وعي بالفضائط المواطنية بدون وعي بالقضايا اللي احنا نطرحوها ونناقشوها القضية الفلسطينية اكيد هي قضيتنا الكل ما نجموش احنا توانس والقضية تقولها بعيدة علينا مجاليا في المسافات لكن فكرا ووعيا هي محاولة للتفكير ايضا حرب من زرد معنا فما لقاء بين ما هو اسطوري ما هو الاسطورة بما هي قلنا تواضع اجتماعي وكل وكذلك الواقع الذي نعيش فيه تونس اليوم في حاجة للتفكير في القضايا متاحة الكبرى بما فيهم القضية الفلسطينية بغض في حاجة للتفكير والفن هو مقاومة على المجال الحمام لنف هو المجال الثاني للصراع لماذا نحكيه معنا المسرح كان مركز في العاصمة في المسرح البلدي مسرح روسيني مسرح في خمسة كيلو متر مربع دونك ايجاد مسارح خارج هذا الاطار هو محاولة نضالية هو سعي نضالي ومن نضال هذيك اللي هما عمال راه معنا كيف نحكيه على حمام لنف نحكيه هو المجال الثاني للصراع دونك هما مؤسسات غديك اقتصادية صناعية منها هي خرج العلم هذيك علي بن عياد هو نتيجة للصراع مع الاستعمار هذيك علاش يكون هو ويخرج يتعلم ويرجع بمقولاته ويعاول يأسس يأس يأس بانصور ما يتناقش علي بن عياد معنا موش نحكيه على علي بن عياد في وقته حاول يأسس شيء نموذجي تونسيخ في الخصوصية ذيك حسب من 62 أن نأسه في الدولة الوطنية هو ساهم في تأسيسه مسرحيا الدولة الوطنية هذي يظهر لي أحسن نموذج للحراك هذي اللي نعيشه فيه 10 سنين ولا تواق 15 سنة يظهر لي المسرح كان في قلبه واليوم ما زال فيه ومش نواصله وهذاك واجبنا والقدام إن شاء الله رغم ما يقال على المسرح يبقى دائما أبو الفنون يظهر لي ما هوش اعتباط نسمي بأبو الفنون بتبيع المسرح وإحنا نحكيه اليوم مسرح وفرحانين برشا بعودة المهرجات هو أبو الفنون وأمو الوطن وإحنا في الوطنية وإحنا في الوطنية على موجات الإضاءة الوطنية نحكيه مسرح نحكيه مهرجين علي بن عياد الدورة 33 نسمو أغنية يا ليل مازلنا في الليل ونرجعه دائما للحديث عن المهرجين ولكن مش نحكيه بأكثر عمق عن الندوات الفكرية والقراءات المسرحية والورشات الفنية اللي يشرف عليها ضيفنا طبعا الباحث وأستاذ الجامعي في معد الموسيقى والمسرح في الكيف الدكتور محمد الكشا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 للأفكار ودراساته وتعليمه والعمل المتاعه وش نحكيه طوى على خصوصية أخرى من المهرجانات هي الندوات الفكرية المستر كلاس محمد والله العنوين متاع الندوات الفكرية عنوين ممتازة بما فيها المسرح المعاصر والأسطورة نرجع مرة أخرى لعنوان الدورة اللي بيش يكون حاضر فيها في المكتب العمومية بحمام لنفل يحب أن تغيسي يذوري طلبا تصور برشا أكيد طلبة المسرح واليوم عن المسرح يقرأوا مسرح طوى كلهم صغيرات وعجبتني الفكرة انهم يحطوا صغيراتهم في المسرح لأن المسرح عنده دور كبير في تكوين شخصية هو من وزارة التربية أو مادة أساسية يقرأوها تلامذة مدرجة في الكتاب عندهم برنامج خاص يقرأ ومسرح وكما أي مادة في التربية المسرحية والتربية الموسيقية وتطوير الذوق المجتمع كيفاش اخترتوا عنوين الندوات الفكرية والمجالس الحوارية والقراءات المسرحية ويظهر يزدفها مع شخصية كبيرة مش تقدم مستر كلاس كوميديا موسيقية المحمد الإدريسي اللي هو اسم كبير في مشكور التحق بالفكرة ويظهر لي كونك تخدم على الأوبرا والأصوات مع أنت في نفس نفس الأسطوري اللي ماشيين فيه اللي هو قتلك الموضوع متاعنا محاولة لتفكير صوتيا وفكريا وجساديا هو ذي المهرجين مهرجين فكرته كون نفكروا في الأسطورة في الواقع اليوم ونربطوه بالماضي بالحاضر وبالمستقبل جسديا من خلال الدانس عندنا عروض والسيرك فكريا من خلال ندوات جداليا من خلال المسرح موسيقيا موسيقيا أيضا الصوت ما نجموش نحكي على عروض موسيقية ولا فنية من غير الموسيقى الموسيقى في الذهن معنا هي طريق التفكير ما هيش الموسيقى نسموها نعتقد وكونا محلاها ولكن هي عند الرسالة متاحة تعكس طريق التفكير خطرها عندنا الأصوات الجنائزية عندنا الفرح عندنا أصوات طريق التنظيم الأصوات هذه تؤثر فينا مجتمعيا وفكريا موسيقى يوم 15 16 24 23 مي على موسيقى المؤثر محمد الإدريسي في توقيت الخمسة ونص بدار ثقافة مجرين هذه فرصة كما حكينا أنهم يحكيوا على الكوميديا الموسيقية في تونس نحكيوا على آخر كوميديا موسيقية كنت فرجت عليها كغمين اللي صارت في مسرح الأوبرا وإن شاء الله بشتكون فيها عروض في مهرجين قرتاج الدولي أنهم نحكيوا على كوميديا موسيقية للقاعدة الجمهيرية العريضة الكبيرة أنهم يستهلكوا نوعية العروض الفنية هذية شنو أراك أنا مع التعدد يزم نشوفوا كل شي معناها شنو الفن هو الفن هو أنواع وأنماط في الموسيقى في المسرح في التلفون التشكيلية يزم تكون الساحة متعددة تعدد الجمهور خطر اللي يعجبوا المزود ما يعجبوش كذا ولا يجب يعجبوه الزوز يزم يلقى في الساحة الأنماط الكل يزم يفهم حتى اللي ما تعجبوش ولا ما يفهمش مثلا الوضعية هذه الموضوع العام كيما نرجع الأسطورة ستجعله في الأصوات هذيك ستخي معنا يفهم على الأقل حتى ما تذوقياش العاجة ليست العلاقة بين البيعث المتقبل في المهرجان هذي كونه القايمين على المهرجان ما حاشتيش بيك تستهلك أكا هو ما هيش هذية الوضعية هي وضعية تنشيطية تثقيفية وأيضا ترفيهية نحكيه على عنوين أخرى للندوة الفكرية حكينا على المسرح والمعاصرة المسرح المعاصر والأسطورة حكينا عليه بإثناء اللي هو قائم عليه للندوة الفكرية لدكتور الأستاذنا سيم محمد مسعود دريس وأستاذ مميز أي هو أستاذي وعندي شرف كون يكون مع أستاذك مع أستاذي أكيد ومهتم هو بالشأن هذي دونك مايز ليش نساوه بيش نذكروها خطر دوره مهم في تحديد الموضوع وفي نقاش وفي تأثيث الندو هذي الكل واختيار المساهمين فيه خطر فوزية المزي زده ما مدام فوزية المزي تبيع أقول هم المجموعة الكل مجموعة محمد مسعود دريس حمدي الحمادي فوزية فوزية أستاذنا جليل زده حمدي وأستاذتنا مدام فوزية والأستاذ اللي بحذية في الإذاء الوطنية محمد لكشو أكيد نحاول في الوضعية هذية ما نحاول نعمل أكيد ما نش نعمل الكور ماجسترال نحاول نفكر مجموعة نطرح بعض المفاهيم بيش نذكير حوار مع الحضور قصد تفكير في الوضعيات اللي كنا نحكي فيها الأسطورة كتأسيس الأسطورة قد تكون حل اليوم للوضعية الإنسانية الهشة معناها مثلا نحكي على غزة نرجع أي إنسانية نحكي على الآلة على الذكاء الاصطناعي يجم يفك بضعية الإنسان لكن أي إنسانية التي تقتل 34 ألف بشرة لماذا والأرض وتسعى الجميع نعم هذا ما بالحق أسألة تطرح في الندوات فقط أنا عندي سؤال أنه التلاميذ والطلبة اللي بيش حضروا الندوات أي خطاب نوجهه لمخاطر توكين نحكيه على أساذة أجل برك الله وانتي سيم محمد متى تحكي بديسكور متاع فيه مفاهيم أسكت تغيروا نوعية الدباء قدامهم هو ببساطة نحاول نبسط بعض مثاليم اللي حولها نجتمعون تحفو فيها مع طلباء ومع تلاندوات ومع إن شاء الله ماذا بينا يكون معنا الأطياف المجتمعية الكل وقلت لك أنا الأهم كون بشي كنت فاعلية رمزيا وواقيا هي بلد العمال هي بلد الساعد هي بلد الفاعل لليبني لليبني المجتمعات رمزيا مهم كونه ما تتوجهش للطلاب كهو والتلام كهو والفنانين كهو كونه الناس الأطياف الكل نتمنى تكون ديار تتحل وجي ونتناقش ونشوف الوضع وزيد فرصة للأجال هذي بشي تعرفوا على شخصية علي بن عياد فما قراءات مسرحية لنصوص علي بن عياد اللي بشي يشرف عليها بتبيع المسرح الكبير عبد المنعم شويات ولي هو استاذ جامع يزاده في المعد المسرح يبيتونس مكون صديقنا ممتاز وبالحق يظهر الاختيار ممتاز خاطر هو يجمع التمثيل وهو يكون في التمثيل ويجمع في التمثيل وممثل وأيضا يخذ المهمة هذية كيف نحول القراءة إلى لذة خاطر قراءة كتاب وحدك ونرجع الماس ميديا ونرجع ولا وضعية صعبة نتشارك في قراءتي نص مسرحي الخاطر النص المسرحي في حوارات فيه قد نسهل البختاج هو يحلي أو ربما يرد خفيف القراءات تكون خفيف أو يظهر بحضور مجموعة من الفنانين بالضبط القائمون بالقراءات كوفر الباردي إكرام عزوز ريم الزريبي وفيصل بالزين اختيارات يعني أسامي معروفة ومحبوبين فنانين كبار ومحبوبين ويظهر لي مش يكون عندها وقع معنا ما هوش الفكري مش معزول على الجمهور معنا هذا اللي حابت نحك تستحضير ناس فيلم الماضي وتحضير ناس في الحاضر معنا الناس الكل تحب تشوف الفنانين بتاعنا الكبار يقرأوا في نص حكينا على محاور القراءات قراءات مسرحية النصوص علي بن عيد ذي بش تكون نهار 22 ماي بالمكتب العمومية بحمام لنف حكينا على موسيقية مهمة الجوقة والشخصية الأسطورية اللي يؤثرها علي اليحيوي وصبري رجب الموقع الأثري بأوذنة إجابة أخرى خاطر تونس ما بدتش المسرح مع بالتدخل للاستعماري كهو المسرح موجود في تونس أوذنة قبل الاستعمار وقبل فرنسا وقبل الجميع وهذا مش خطاب قومي مغلق بالعكس هو افتخار كونه المسرح هذا عندنا نجمو نوظفوه ونحيوه لإحياء المدينة والتفكير فيها على خاطر أوذنة راهو نحكي على موقع أثري وطوية نحكي على مدينة كبيرة في التاريخ والمسرح كان واليوم موجود أوذنة في هالمسرح قائم بذاته وموجود كيف نمشي ونفكر جسديا وفكريا إن شاء الله الشباب ينخرط بكثافة على خاطر المسرح هو تشريك هو بارتاج هو يظهر لأوذنة مهمة كونه نذكرها في مهرجان من التأسيس في نحكيه على تأسيس الدولة الوطنية قبلها المسرحيين راهو نعضلوا لتأسيق في الحركة الوطنية تونسية وذلك عنوان كتابي جديد إن شاء الله يخرج قريبا المسرحي والحركة الوطنية اللي بالحق المسرحي التونسي ساهم جديا وفعليا في تأسيس لحركة وطنية تونسية أيضا قبل ذلك راهو المسرح غير منقطاع في تونس ما هوش الاستعمار نسمعت بعض الذين يتحدثون في التلافذ اللي كونه هو فن استعمار يجابوه الفرنسيس وكذا في وضعية ما في جدل فكري إن شاء الله ما يكونش عقيمة والدليلة هنتحدثوا فيه اليوم قال لي المسرح في تونس ولا الفن في تونس بصفة عامة ولا المواطن التونسي ما جيش اليوم المواطن التونسي هو متحرك ولليوم عندنا جدل وهذه صيفة المجتمعات الحية سنجده حلولا مع بعضنا وهذه المسرح هذا هو المسرح هذا هو يمكن خصوصية المسرح وسيحدة اليحياوي بين قوسين معناها صديقي وفنان كبير وجوده إضافة كبيرة خاطر مؤلف خاطر الأسطورة ما هيش كان في التاريخ الأسطورة نحن نحكي نحن نحكي عن المثيولوجي اليومية عندنا وهو مؤلف لليومي ويعارك اليومي ويصارع اليومي في كتابته وعنده كتابات وعنده نصوص منشورة إن شاء الله تكون يظهر لي مهرجين سيئة فيه بالشروط وسيكون له حسب ما نقعدين نذكره في الأسماء وفي العنوين وفي المستر كلاس والورشات والمحاور الندوة هي من العيار الثقيل على مستوى المحتوى وعلى مستوى المؤطرين والقائمين الحقيقة مشكورة بحيئة المهرجين على الاختيار سنذكرهم الجوقة والشخصية الأسطورية بشكون من 20 إلى 25 ماي بالموقع الأثري بأوذنى في توقيت العشر نص تخيلوا المشهد وتخيلوا الأجواء خطرنا مشيت له المسرح حتى أني قدمت حفل افتتاح وقتها بالحق من أحلى المسارح اللي عنا في تونس وسامحني مش نقص عليك الشكر خاص وعمل جبار عمله الأستاذ معز العشوري اللي هو جمع هذوما الكل خطر في الأخر هو رئيس المهرجين وكذلك المندوبة خطر احنا سمعنا في في طار المندوبية ولكن الناس كل تفعلت ما غير ما غير تقسيم كل واحد شنوة حتى كي حضرت للندوة حاسيتهم يحكيوا بنفس في نفس الإطار بنفس الروح طريقة فنية راقية وهذه الحقيقة هاني نقول فيها على على منبر الإذاعة الوطنية واختلي صارت الندوة الصحفية تحس لكل أعضاء الهيئة متفاعلين متشاركين حتى أنك ما تنجبش تقسم تقول هذيك مدير المركب ولا هذيك مدير المهرجين ولا هذيك المندوب ما فهم ماش تقسيم فما الناس تحب تخدم المسرح والعودة لمهرجين له خصوصية وله تاريخ مهرجين علي بن عياد للمسرح أنت حكيتلي على كتاب في الأفق إن شاء الله لمحمد الكشو إن شاء الله نحكيوا عليه على موجة الإذاعة الوطنية وقت لي يحضر هكا ولا وفي المعرض قدمنا كتابنا الفرجة ويو السياسي في تونس وقلاقة استحسان من المجموعات من الناس اللي حاضرة وناقشناه وهنا نحاول نواصل الرغبة في التأسيس موجودة من الناس الكل من الأطرف الكل من الأصدقاء المشاركين الكل ومن ذاتي أنا يظهر لي غدوة خير إن شاء الله غدوة خير إذي هي شعارنا ننسي الكل في تونس منعش كنت حب نزيدو أكثر تفاصيل على المهرجين وهو أكيد الإذاعة الوطنية قاعدة تقوم بالتغطية للمهرجين باش ننفكركم إنه باش يكون العرض المسرحي البخارة لصدق الترابلسي باش يكون هو عرض الافتتاح اللي باش يكون بحذينا شوي آخر على موجة الإذاعة الوطنية تونسين صديقي الجميل والفنان في أول تجربة في الأخراج الفنان وعنده مستقبل كبير وبالحق ريهان مهرجين في القيمة هذه بأول إخراج يظهر لي النية واضحة وصريحة للمهرجين كونه لكنا نجمو نبنيه مع بعض بضبط خليك كلمة الختام محمد فمش حاجة حبيت تحكي عليها وإنا مخليتك شلم العروض زادة هي مجموعة العروض المقترحة من خلال اللجنة هي في الاتجاه هذا في اتجاه الأسطورة في اتجاه توظيفها في اتجاه التفكير فيها دونك ختاما إن شاء الله يكون تكون دورة متميزة نداركونا قائصها لدورة أخرى وفمانية لمواصلة العمل للي خدموه خبلنا ما نجمو جينيش اليوم علي بن عياد من المؤسين المواصلة والمراكمة هي اللي تنتج الأوطان وتنتج الفن وتنتج أي عمل جميل في الكرة الأرضية نقوله أنه مش يكون فما عرض موسيقي السامفوني في حفل الافتتاح وفما عرض فني مرئي مرافق للعرض الموسيقي ومعرض وثائق وصور حول مسيرة علي بن عياد ومعرض لملابس مسرحيات علي بن عياد حاجة يسر جميلة وحاجة تخلينا وتخلي الأجيال هذه تتعرف على شخصيتنا الفنية عموما ونحن نحكي على شخصية مسرحية كبيرة كيف علي بن عياد شكرا لك محمد بارك الله فيكم وشكرا لدعاء الوطنية وبالحق دوركم مهم في إنجاح المارجين هذية وللأعلام الكل مش كان أنتم مش مقصرين هكو عيد تونس هذا واجبنا هذا واجبنا تجاهل الفن في تونس وهذا يدورنا يا عيشك بارك الله فيك وشكرا لكم